السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة كليكوك معكم مرين بركات إليكم حلوة سهلة سريعة تحضير تلبية لطلباتكم العديدة وأهم شيء أنها بدون قوالب بدون طوابع سوف تحتاجون فيها فقط إلى الشوكولاتة هذا وشكلها شكل جميل وأنيق سوف تحتاجون أول شيء إلى ورق الزبدة سوف نستخدم إما ورق الزبدة هو متوفر عند بائع مستلزمات حلويات أيضا عند البقالة يبيعون ورق الزبدة أو تستخدموا أيضا الرودويد يعني بلاستيك الرودويد سوف أقوم بتقطعه إلى شرائط بهذا الشكل تقريبا قياساتها 9 أو 8 سنتيمترات في 2 أو 3 يعني تبقى هذه المسألة على حسب الرغبة الحجم الذي تريدونه لهذه الحلوة مهم نقطعها هكذا شرائح وسوف يمكنكم أيضا استخدام الفويدو تخونسفير يعني الورق الخاص بالشوكولاتة يباع أيضا عند بائع مستلزمات الحلويات فقط يعني 5-6 دراهم يعني المركات الجيدة يعني تصل إلى 10 دراهم يعني لا تتعداها هذه الأوراق متوفرة سوف تعطي الزخرفة لكن تعمد استخدام ورق الزبدة ليتمكن جميع من صنع هذه الحلوة يعني بأي طريقة يعني بأي أوراق أي بلاستيك سوف يفي بالغرض المهم أن يكون بلاستيك سمكه غليد نوعا ما بحيث سوف يتحمل الشوكولاتة التي سوف نضعها فوقه بعد أن أقطع جميع هذه الأوراق هكذا شرائط صغيرة وسوف أستخدم هنا شوكولاتة بيضاء يعني هذه ليست شوكولاتة حقيقية يعني هذه فقط شوكولاتة يعني شوكولاتة ليست حقيقية لأن إذا استخدمنا الشوكولاتة الحقيقية أو الشوكولاتة غيش سوف نحتاج إلى تمريرها من عملية التطبيع أو التومبراج وإلا يعني لن تجمد الشوكولاتة أنا أستخدم نوعية غالا لكن أي نوعية يعني تفي بالغرض أي نوع شوكولاتة بيضاء جيدة وسوف أقوم هنا بوضع في كل قطعة قليلة من الشوكولاتة أنصحكم أن لا تقوموا بالوضع عدة شرائط مرة واحدة يعني فقط شريطين ثلاثة في كل مرة لأنها تجمد بسرعة ويجب العمل عليها بسرعة بخفة لذلك من الأفضل في أول مرحلة تضع فقط شريطين أو في كل مرة شريط واحد وهنا بعد أن يجف قليلا سوف أقوم بسحبه من المكان ووضعه في مكان آخر هنا كان عليه الانتظار قليلا حتى يجف أكثر وأستمر بهذه العملية يمكنكم أن تستخدموا شوكولاتة بيضاء شوكولاتة سوداء أي شوكولاتة لا مشكلة لكن فقط انتبهوا إذا كانت شوكولاتة حقيقية لن تجمد الشوكولاتة ولن تتماسك لأن بها زبدة الكاكاو فتحتاج إلى عملية التطبيع أو التمبراج بعد أن تجف قليلا قليلا فقط يعني أنتظر ثواني معدودة وسوف أقوم بتشكيلها بهذا الشكل تلاحظون أن يجب العمل بسرعة وإلا سوف تجف شوكولاتة ولن تعطيكم هذا الشكل يمكنكم أن تدعوها هكذا عموديا أو أفقيا يعني لا فرق تقدمها يعني بأي شكل تفضلون وأستمر بهذا الشكل إلى أن أنهي الشرائط الموجودة لدي هنا سوف أستخدم الفيو أو ورق شوكولاتة تقولون فقط لبائع المستلزمات الحلويات الورق الخاص بالشوكولاتة سوف يعطيكم إياه أيضا الفيو سوف ينفع وأيضا ورق خاص بالشوكولاتة لكن بدون زخرفة أيضا يصلح للوصفة أو كما قلت في بداية الوصفة الرودويد أيضا يصلح وأضع كمية من الشوكولاتة بهذا الشكل أقوم بتمديدها هنا أعمل بكل قطعة على حدة لأن الشوكولاتة كانت متماسكة بعض الشيء سوف أبدأ في عملية اللف هنا بالنسبة للفيدة تخونسفير أو ورق الشوكولاتة سوف أقوم بتثبيته بهذا الشكل وأتركه جانبا يعني لا داعي لوضعي في التلاجة هو يتماسك بسرعة أهم شيء في هذه الطريقة وأن تضع كمية سميكة من الشوكولاتة يعني لا تضع كمية رقيقة وإلا سوف يتكسر يعني يتكسر هذا الشكل يعني فقط فكرة يعني لمن لا يمتلك القطعات أو القوالب لكن صراحة القوالب تعطي أشكال دقيقة وجميلة أكثر لكن تبقى هذه فقط تلبية لطلبات عديدة لحلويات يعني بدون قوالب بدون طوابع فكرة يعني سهلة سريعة تحدير يعني حضروها كآخر حلويات ليل يعني في آخر ساعة بعد أن تجف يعني فقط يعني في حرارة الغرفة لدائي لوضعيها في التلاجة سوف أزيل هنا أزيل ورق الزبدة وسوف أزيل أيضا يعني الفويد تتخونسفير يعني في الأشكال الأخرى تلاحظون يعني الورق الشوكولاتة يعطي منظر أجمل ويسهل عليكم من التعامل معه أفضل من الورق الزبدة لكن أعترت استخدام ورق الزبدة لمن لا يجد ورق الشوكولاتة مع أنه يعني متوفر عند جميع بائع مستلزمات حلويات أيضا يعني خارج المغرب هو متوفر وأستمر بهذا الشكل بإزالة الأوراق وأتعطي هذه الأشكال الجميلة مختلفة بزخارف مختلفة أيضا سوف أمر للحشوب أشوف بأي شيء تفضلون سوف أقصرح عليكم هنا فول سوداني أو كوكام محمص فول سوداني محمص نحتاج هنا إلى الرقائق الزبدة أو الكونفلكس قمت بتقطيعها كدق قطع صغيرة أو جرشها بحيث تصبحها كدق قطع صغيرة وهنا سوف أستخدم معينة بمجفف أو الزبيب بالدارجة المغربية هذه هي نوعيات الرقائق الزبدة التي استخدمت الكيمية على حسب الرغبة استخدموا لوز يعني أي فواكه جافة تفضلون يعني حشو هذه الأشكال بأي شيء مفضل لديكم سوف أجمع الخليط بشوكولاتة بيضاء يمكنكم جدمعها بالكرامل بالجبن بالحليب مركز محلة يعني هذه فقط فكرة يعني ذي حلوة سريعة سهل التحضير لكن أنتم حشوها بأي شيء تفضلون أيضا بالقناش سوف تصلح قناش شكولاتة بيضاء أو سوداء أو قناش الفواكه أيضا توجد العديد من الوصفات على القناة يمكن أيضا حشوها بالموس موس يعني أي فاكهة تفضلون أو بأي نكهة كما قلت أن هذه فقط فكرة وأنتم أبدعوا كما تشاءون وهنا سوف أملأ بهذا الشكل الحفرة يعني أضع أول شيء يعني القطعة على يعني قطعة الحلوة أو الشوكولاتة على ورق وبعد ذلك سوف أضع الحشو بهذا الشكل سوف يعطي قرم شرائع تعطيها يعني حبوب الدرة ومع الشوكولاتة شهية جدا وكما قلت استخدموا شوكولاتة سوداء أيضا أو شوكولاتة بيضاء لا فرق وأستمر بهذا الشكل في ملء جميع القطعة وهنا سوف أقوم بتمرير الحواشي لاحظت لاحقا أنها تحتاج إلى زينة فسوف أمررها في القليل من الشوكولاتة انتبهوا لا تكون شوكولاتة ساخنة وإلا سوف تضيب القطعة وأمررها في هكذا إما لوز مجروش هنا سوف أستخدم الشوفان كغاميزاء أو الخرطال لكن مررها في اللوز مجروش في السوداني مجروش في السمسم يعني زينوها على حسب الرغبة أيضا في شوكولاتة مجروشة مهم تعطيها كده منظر في حرفتي القطعة الشوكولاتة وأملأها نفس الشيء بالحشو وهذا وشكلها عن قرب يمكنكم أيضا تزين الحواشي يعني بالملمع أو ما شابه وهنا نفس الشيء سوف أكرره مع القطعة التي زينناها بالورق الشوكولاتة أو الفايدة سوف أمررها هاد الخرطال كغاميليزاء أو الشوفان كغاميليزاء يباعين عند بائعي مستلزمات الحلويات الفلاكون دافوان كغاميليزاء متوفرين يبوعونها بالتقصيد يعني 10 دراهم 20 درهم يعطونكم كمية مهمة صراحة رائع جدا ومقرمش هاد الشوفان وأتوف أقدمها بهذا الشكل هذا هو الشكل الثاني الذي زينناه بأيضا ورق الشوكولاتة بالأحمر يعطي أيضا منظر جميل يمكنكم أيضا كما قلت سابقا تقديمها بشكل أفقي أو بهذا الشكل نعمودي تبقى المسألة على حسب الرغبة أشكركم على طيب المتابعة وأنتظرك العادة تطبيقاتكم على مجموعتي في الفيسبوك ومجموعات مرين بركات وصديقاتها أشكركم على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا